الله مولاي وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهِ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهِ اللهم وَالِمًا وَالَاهِ وَعَادِ مَنْ عَادَاهِ رددوا معي كلكم مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلِيًّا مَوْلَاهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَوْلَاهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلِيًّا مَوْلَاهِ فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرج مولانا الإمام المهدي بقيتك في أرضك وحجتك على خلقك أرحب بكم مشاهدين الكرام معنا في هذه الحلقة لبرنامج دلوب الرجاء وأرحب بضيفي الدكتور أبو علي الشيباني أهلا وسهلا فيك دكتور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم فما خطبنا إن أدبر شهر رمضان ولم نغتنم فيه إصلاحا ولا إنفاقا ولا تدبرا ولم نفز بعطق من النار ورحمة من الإله أشقياء نحن إن لم نسعى وتسعى جوارحنا في خدمة الأيتام والأيام والمساكين والفقراء إن ارتضينا بصوم مأكل ومشرب عن صوم لسان ونفس وجوارح وهوى أشقياء نحن إن عرضت أعمالنا على إمام زماننا فلم يرضى عنها فمن تلذي ينجينا من عذاب أليم جعلنا الله وإياكم مشاهدين الكرام من السعداء المرحومين المعتقة رقابهم في هذا الشهر الكريم لم يكد الدكتور أبو علي ينهي كلامه بعدما حدد السابع من شهر رمضان المبارك أن هناك عاصفة قريبة جدا للعراق حتى لاحت في الأفق بشائر ما أخبركم به الدكتور أبو علي عاصفة ظاهرها تراب وباطنها رسالة لمن يهمه الأمر فهذا شهر الله وإمامه يدعوكما للتوبة والاستغفار فإن الذنوب تفك بالاستغفار أما العالم ففي بداية قيامة على موعد مع تاريخ آخر والدولار في انهيار وأمريكا إلى الأفول وأحداث وإخبارات نتابعها في هذا التقرير أجدد الترحيب بك دكتور الكلام لحضرتك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين قبل ثلاثة سنين خرجت من على هذه الشاشة البسيطة الفقيرة الغنية وقلت للسيد علي الخامنة المفدى والسيد حسن القائد الأبي بأن أمريكا قد أفلت يقول معلمي انظروا ماذا قال أبو علي قلبوا في الأنترنت في الوساب في كل محاوركم ماذا قال هذا الدجال قال أن أمريكا أفلت وقد ضحك واستهزأت بي الناس والآن أهل أمريكا يقولون أن أمريكا أفلت عندي موضوع أريد هذا ما يهمني العواصف اللي إجت والعاصفة للعراق بعد أشد منها وأعتى وفي رمضان تجي عاصفة والناس صايمة اش قد بينا ذنوب اش قد بينا أذية على الناس اش قد ساكتين عن الحق بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلاه سبحانه عما يشركون الراب أحيانا لا ينصب إلا بأمر الله مثل الإمام أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إجوا الناس هذه الآية للسنة وللمسيح وللشيعة وللبلطجية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إذن خلصنا من هبل واجعله ابن أبي طالب العظيم لا 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 مو علي ابن أبي طالب هاي الرواية غلاط اللي يركب على من كبي رسول الله أبو بكر وأبو بكر شوي ثقيل وخرى جاب أمر لأنهم أثقل من أبو بكر يعني مو علي ابن أبي طالب هذا التاريخ أغام خوش اللي يركب على مناكب رسول الله وكلكم شفتوه إش قد عظيم اللي حط رجلية على كتب محمد إش قد عظيم ما استعيتوا على أرواحكم تأخذون وتختصبون من الخلافة ما استعيتوا دليل على أنكم ما تؤمنون لا بعلي ولا بأ الله أنا ما أخاف لا عندي دولة حتى أخاف على كرسي ولا أنا من أهل الطين منصب حتى أخاف أنه أعد يزيلني أنا بس الله يزيلني الإمام يعني والإمام رعوف رحيم بي لأن أنا جعل أدافع عن فاطمة الزهر وإذا قطع عقل الإمام حسب رؤيته العظيمة اللي ما يضاهيها رؤية إلا الله ما أقدر أعترض أقل سمعا وطاعة أنا الذي أعبدك وأطيعك إطاعة الأمة إلى سيدها هنا يريد يصورنا الحالة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله كم واحد عندنا الآن عيف هو المسيح سنة وشيعة السنة يقدسون السعودية والملك والشيعة يقدسون أربابهم شاء الإمام مش ظل له الإمام مش ظل له هس الخمس مش يناو ياكم طيحتوا حظ نبيه لأن خليتونا ما نعبد الله هاي الدرجات والأسماء هم سمعتوا الإمام رسول الله قال لعمار بن ياسر أنت فلان أنت حجة أنت آية هم سمعتوا منين جبتوها غير أنا أحد أعرف منين جبتوها جبتوا حتى تضحكون علينا يكتب على الكتاب مالطة حجة الإسلام والمسلمين أبحثكم وبخدكم إذا أنت حجة الإسلام والمسلمين ما تقدر المرتك هم يصير هذا أنا الآن مو دكتور ما عندي شهادة مثل ما تتصورون وأجأ أقول أنا دكتور وأجأ أقول أنا مخترع وما مصلف عالميا كعالم وأطلع بالتلفزيون يقول لكم أنا العالم الفلاني أنا الدكتور الفلاني يطلع لي دكتور يطلع لي عالم عنده شوية خبرة واحد شوية من هاي الناس ما يقول شوف هذا شقد منافق ودجال ما يستعي يكذب أبو علي ما يستعي خوش إذا أنا جبت وزورت الشهادة وحطيتها بالتلفزيون أنا وحدي يعني ما قعدت اللجنة تقريباً ثمانين واحد حتى يطلوني براءة اختراع أو حتى يوافقون على أني أصبحت عالم وحطيتها إذلهاي وزورتها حطيتها شو تقولون علي تقولون مزور ودجال وفوق هيكذب شقد منافق لكن أنا إذا قلتكم أنا دكتور مو أول دكتورة أنا أشكر للدكتور البروفوسور زهير خواجة وجواد الشايب لهم فضل على رقبتي حتى هاي براعات الاختراع الآن أنا غزية العالم الآن بفضل الله يعني الاتحاد الأوروبي وغيره حتى المجلة ترى لسه ما صدرت بيها إشكال على بحوث مو إحنا إشكال بالبحوث الفرنسية بالبحوث الألمانية الوحيدين إحنا وافقوا عليها فيريدون جمعون البحوث لأن كل ذا نيشة بهن خلل إلا إحنا شوفوا شقد إحنا واصلين بفضل الإمام المهدي هذول الناس الذكرتهم لهم فضل على عنقي من لم يشكر العبد لن يشكر الرب إذن إنت أجية لا الله أطاك شهادة ولا الإمام أطاك شهادة أنت أخذتها برأيك ولا واحد قل لك أنت فلان إجاك الإمام غير أكو العان من الشهادة اللي عندي أكو لجنة من الدكتور تكونت البروفيسور زهير خواجة الدكتور الشايب وبعد الدكتور وياهم أربع دكتور تمنع الشهادة أنت منه منحك أنت جاوزت على الله تشذبت وتجاوزت على الإمام المهدي وهي كارثة وحطيت لك صفات ما أعرف مني أن جبتها من دكانة يمك مني أن جبتها وخليت الناس تتبعك غلط وصحيح أبنظرية العالم وذبها براس حالم وطلع منها سالم سؤال إذا أنت ما حدي يسمع كلامك وأنت ما إلك سيطرة أو أنت ما إلك وجود أصبح قوي تآكلت ليش تآكلت إحنا نقول من كان لله ينمو ومن كان للشيطان يتآكل الله إذا واحد عبد صالح يخليه تآكل إش قد بنا معاوية مدارس وكتل وبنا بيوت وبنا مضاجع وينها وينها وعاوية وينها يزيد وينها هاي عبرة عنا لأنه أخذه حق علي بن أبي طالب حق الإمامة حق الحسن حق الحسين وين هم ما تلقي لهم أثر إذا تلقي على قبورهم تلقي ذبان وزبالة انظر إلى قبور أولياء الله الذي نصبهم الله ماذا تجد في قبورهم تجد الملائكة والصالحين والإمام وأهل البيت مجتمعين عند حضرة الحسين كل خميس يزيد منه المجتمع لا تكونون كيزيد أنت الصورة المصغرة ليزيد ومؤاوية خوش إذا خرج الإمام وقاتلته أنت أشبه بمؤاوية لو لا أشبه بيزيد لو لا مصحيح أشبه لولا أنا عندي دليل أنتو أنقس من يزيد هذه الأمور تحتاج من عدنا أن نفكر هذا العراق أو سوريا أو السعودية البلدان اللي بيها مقامات هم يجينا فكرنا هاي المقامات العراق للعراقين هاي المقامات الكعبة للسعودية السيدة ما يسمى بالسيدة زينا بالسيدة رقية لا أمون إنها متفونة بسوريا السيدة رقية ذني مالات السوريين مالات السعودين مالات العراقيين المفروض هذه المقامات لا تحدث بفيزا ناكو فيزا هاي أو إيران الإمام الرضا هاي مشتركة بعملية واحدة هي شعائر الله شو ومن يقيم شعائر الله فتلك من ومن يعظم شعائر الله فتلك من تقوى القلوب يصير آني أسوى فيزا للحاج يصير أسوى فيزا للي يجي للعراق يزور الحسين حرمته لو ما حرمته يصير أسوى فيزا للي يجي يزور رقية روحي لها الفداء هذه المطمومة ومن الدين شاما اجتمعوا ذولا كلهم تعالوا هذا الأعمال بسوريا بالسعودية وهذولا الناس تعالوا نقات ما يجوز شرعا غير جائز ليش قال القرآن ومن استطاع إليه سبيل لا يعرف في آخر الزمان تحرم هذه الناس من إقامة شعائرها هم إجاني مرجع وقال تعالوا اردمشي للمرجع الفلان يتفاهموا يا تعالوا يا هسا قلني حمد الله جودة الله فلان دولا ما لاتكم ولكم وما لاتنا إنه بس ريد اكو قضية لا لكم ولا إنه هي الكعبة هي النجف هي السهلة هي مسجد الكوفة الذي عرج منه رسول الله الى المسجد الاقصى في السماء لاتظلون خربانين عبالكم هذا المسجد الاقصى ليروحوا يصلون بذوله أصلا ما يمثل شيء هذا الله هذه توضيح للناس صارح عندنا الجرأة لا قلت شيء القرآن شيء يقول يقول لا يعني ما يضل عندك دولار ينفقونها في سبيل الله وسبب الله مثل مقاومة حزب الله دول الناس فقرة الحوتيين الحرس الثوري دول الأبطال الحجد المقدس ماذا 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 قد حلوم أن يجمعون الأموال هذه تجي وللحاكم الشرعي مثل السيد علي الأقصى من ألين هو يقود المقاومة الآن أبوي يقودها له هذا المعظم يقودها ويحطها جدامة يقول له له فديناك هذا أني توزحنا أنت يصير لا يورثها لبنة يلعب بها قمار يورثها لبنة يلعب بها شنو يلعب بها باللحانات شرب ومكسرات أي دين هذا أي دين احنا عدنا دين أي دين عدنا الدين مشكلة لا تصورون الدين شي بسيط الدين صعب لأنه صراع بين النفس والشهوات الدين هو صراع خفي بين الحق والباطل الدين هو أن تسمو أو لا تسمو الدين هو كلمة حق بوجه حاكم جائر الدين هو أن تعطي من نفسك ما لا يستطيع غيرك أن يعطي الدين هو أن تحكم نفسك بنفسك الدين هو أن لا يخرب المسجد ترى المسجد مو المسجد البنيان هاي المساجد هاي هاي المساجد مو عبالكم المسجد هذا بانينا هرام لا 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 هاي المساجد شلون هاي المساجد سألت معلم قال لي أنت أنت من تسلم على واحد عدو الله أخليت بالشرق لو لا فالمساجد لله مو ولا تدعو إلا بهذه تدعو شنو تدعو مو صلاة الدعوة الإمام زين العابدين حينما إجوه أهل المدينة والعراق تعال مولانا ريد انقاتل قال ويحكم لو لم تكونوا أنتم الذراع الذي قتل أبي وكنتم تحت يزيد وعمرته وطاعت هذا الفاسر لما استطاع أن يقتل والدي ما كان يقدر أن يأخذ الخلافة أنتم ساعدتو بمن ساعدو غير سلموا على يبيديهم بخن بخن يا يزيد غير هذا السيف مسكو لمحاربة الله هذا معلم يشرح اللطيف قال هذه المساجد فالمساجد الله لا تدعو ما مضمون الآية وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تدعو مصل وتدعو فإن المساجد لله أقرأ لكم قبلها وإنا من المسلمون ومن القاصطون فمن أسلم فأولئك تحرر شبا وعم القاصطون فكانوا لجهنم حطبا ولو استقاموا على الطريق لسقيناهم ما عن غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا يعرض مو يصلي وإن المساجد هاي المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه اللي بدأ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بها أحدا الاشراك وين هنا كلكم تقرون عليها تمر عليكم مرة الكرام مو صحيح شي يقول بعدين قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إن المو صلاة شي يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتعدة إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسله اقروه هزيا للقرآن اقروه هذا رمضان لذلك احنا محتاجين أن نقلكم كم واحد الآن عاصي ومتشلب ويعبد مثل اليهود والأحبار والنصارى يعبدون أربابهم أحبارهم شكثر مثلنا حدث ولا حرج فإنك تحكي الأفلان تقول لها ترى باطل والحداث بس تقول لها باطل غير تقوم القيامة على رأسك اللهم صلي على علي العظيم هل كان علي يقول اتبعوني لو هناك أمر إلهي بعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب اجي ونصب حال بيده عمي يا جماعة علي بن أبي طالب درس عد الله المدرس مالته الله خوش علي بن أبي طالب إذا كان المدرس مالته شو ما إجي قال نصب نفسه إجي محمد نصبه من كنت مولاه فإن عليا مولاه وأنا أقول عن معلمي من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه حتى تسمع الناس من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه اش كثر احنا يوميا نقعد وي هاي الشياطين بالتقية التقية والله فالشاقة راسي شيك عربي شتون هذا المثروس شرايا سؤال من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه علي بن أبي طالب نصب حاله لو جمحهم رسول الله في غديرة خم الخم شنه الغدير بالكوفة ترى مو بالمدينة الخم هو الماء اللي يطلع شنه زفرة غديرة خم هذا الغدير البركمة للماء اللي يطلع وقت المغرب زفرة غديرة خم خم وين هناك كلمة خم لو بالكوفة جمحهم من كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم انصر من نصر واخذل من خذله مو ووالي من ولا وعادي من عاده هذا علي العظيم سؤال أصبح علي بن أبي طالب ملزم بالتكليف الشرعي لو لا ملزم لو ما ملزم علي بن أبي طالب بهذا التكليف ملزم نزلة الآية القرآنية أو صورة القرآنية النبا اللي لم تبلغ كأنك ما بلغت رسالات ربك والله يعصموك من الناس أصبحت إلزاما أنا من الصباح أطلع مثل معاوية ويزيد وذول الشلايتي أهل السقيفة أنا الوالي أنا أميركم أنا سيدكم إخوش ما طلع لواحد من هاي السرسرية عزكم الله ملاعين الوالدين ما طلع واحد قالهم تعالوا يا بر آية نزلت بيكم محمد وصى بيكم لو وصى ب علي بن أبي طالب الناس راح تدخلت ببيوتها وسكتت شاوين دمكم اللي سال وجرحكم العقيم والبليغ والعميق في بدور وينها طيح الله حظتم على هذا التالي تركوا علي بن أبي طالب وقعدوا بسقيفة من يساعده حتى الناس يفتهمون هاي الناس المؤرخين والجايين لك عجيب 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 اش قد يتحاملون على علي بن أبي طالب ويطلعون من كل الساحة خدمة علما للمثليين طيح الله حظتم اللهم صلي على الصديقة العظيمة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين احنا ناس دنبكشية طلع هذا الرئيس سكوتلندا رئيس وزراء طلع مثلي الرجل يعني ويصوم الأخ ويسبح ويدعو إلى المثليين وإحنا مكيفين هذا عربي ومسلم طيح الله حظنا على هالعاقبة اللهم صلي ثم إنها أهل النار يا شديد القوى يا أم الحسن يا سيدة الخلق يا سيدة أمها وبيها وبعدها وبنيها نقول لك نحن سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك والله لن أترك أن أخوض بهم غمار الموت طالبا الشهادة قبل أن أموت على الوسادة عيب أصلا يموت واحد على الوسادة عيب محلوة كلش محلوة إن لم يتشضى سالف السيد عباس المسور رضوان الله عليه إن لم يتشضى الإنسان فكيف يأتي إلى الله بهذه الذنوبة الذي يحملها بوجهه بس كون الشضى مو يشضى هجي مثل داعش اللعناء الشضى حبا بالحسين حبا بالولاية يقاتل اليهود لا حول ولا قوة الله نسألك العفو يا عظيم العفو اللهم صلي على الحسن المجتبى والعنمعاوية بن الطلقاء اللهم صلي على الحسين الذي لا زال يكتب هل من ناصر ينصرون اللهم صلي على علي ما تعلمنا من أخلاق زين العابدين أبدا اسمه زين العابدين شو ما عنده لقب زين العابدين ماكو غير زين العابدين يعني كثرة عبادته وكثرة أخلاقه وتفانيه في الليل شو ما عنده درجة لا حجه طبعا هم حجج غصبا على اليرضى والميرضى بس شو ماكو جعفر الصادق نحتي محمد الباقر بس نوصل اليوم نوصل لفلان عبود فلان الفلان 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 لك تعجز لك الكتاب كله بس تعريف عنه خوش إذا ما يعرفك الإمام المهدي منه ليعرفك حط لي اياها معرفة ابوعد شو تفيدك معرفة فلان وفلان شو تفيدك إذا ما يعرفك الإمام تضحك علي بعد ما تقدر الوقت خلص اللهم صلي على محمد على جعفر على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الإمام المهدي روحي له الفدا الرب والقائد والإله غصبا عليكم قرب يوم الزين الذي كنت أدعو إليه منذ خمسة وعشرين سنة أو دون ذلك قبل أن أخرج إلى التلفاز كنت أدعو له ويعرف الناس من كان محيطا ببيتي لم أرهب من صدام أو غيره من أقزامه ولم يرتعد جسمي يوما وفرائسه من الخوف بل كنت أتحدى الموت في ذلك الأمر الآن قرب وقد أصبح قاب قوسين أو أدنى من يوم الزين الذي أدعو إليه فإلى أين تفرون أصلحوا سرائركم اعزفوا عن منكراتكم اتركوا ألسنتكم حرروا قلوبكم من قيود الموبقات والأمر جلل سيقلب عاليها سافلها انظروا إلى الصحراء حملت إليكم أترب لم ترون أصابعكم وقد غطت العراق من شماله إلى جنوبه ومن جنوبه إلى شماله حينما قلت يوم السابع من رمضان كان الأربعاء قلت ستأتيكم عاصفة بليغة وأنا أقول لكم كلما سكتتم عن الأمريكان ولم تنتفضون ستأتيكم العاصفة والزلزال ويكثر فيكم الشؤم والنقصان نعم شكرا لك دكتور معنا اتصال ألو السلام عليكم ضروب الرجا تفضلوا ألو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله خادم الجنابك الكريم الله يحفظك رمضان الكريم علينا وعليكم إن شاء الله بنيوني والسعادة إن شاء الله الله يكرمك بالدنيا والآخرة أمرني الله يحفظك رحمة الحديثك أنا عدي أمراض مزمنة شو عدك أنا أنا واحد من المظلومين ترى واحد من المظلومين هو الشعب العراقي كله مظلوم نعم نعم أنا عدي السحبات مزمنة بالبروسات والمجاري البولية لنطيب من عتن حتى لو كان اسمعني يا مولاي لو أجز الطبيب عندنا ما يثلج صدرك بفضل الله علينا وإحنا لا نكذب إن شاء الله أهلا وسهلا شكرا لأتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا أتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا أهلا وسهلا عليكم السلام خادم لكم أنا أمي والله عينها نتشوب كله ألا عينها ما يأديم خادم أو مروني بوحلي أنا ما أستعيد وما أعجي ولا ذات أجار أهلية كلهم مرضى هاي أرقوا يدي خاينة فيه وإحسن بيها خاينة فيه أنا جايا المسلطة مجمعنا ماما احنا نقدر نساعد شي بسيط هذي شركة اسمعيني وللعراقيين كلهم هذي شركة أبو علي لا يتجاوز حدوده شركة بيها أموال وضرائب ويها فلوس وبيها تطفع للتلفزيون فما نقدر تجاوزهم ماما أنت متروحين للمستشفى وتقل لي اللي عندي أختي وعند أم وعند خالتي ماما قول عن نفسك قبول خم وتحطي للعشيرة كلها يطلع لجبال قد مبلغ أنا خادم شكرا 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 لاتصالك مشاهدينا الكرام فاصل نتابع بعده هذه الحلقة سبب لي رعيش بالإيد أو تصارع بدقاتي القلوب دكتور وانا أبو علي احنا رحنا يعني راجعنا عدة دكات نطور يعني حب صارت للإيد إيدة رشفة ورشفة بجحني بطيب وانا شك قلت لك عدنا الخليطي يطيب إيدة ويطيب الغدة ما قول صارت رشفة وصلت إلى أعلى مستوياتها ان شاء الله يطيب فعلا يطيب نقول لك يطيب أنا مسؤول عن كلامي أهلا وسعلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك اتصال آخر ألو السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم تفضلوا أهلا وسعلا خادم لكم أنا على الله وعلى أهل البيئة وعلى إمام المهدي وعليك أنا صالح عشر سنوات معدي أصبال ورجعك تاتي أنا وزوجي أشكال عمرج أشكال عمرج مزيكم شي أشكال عمرج أمري 41 سنة على الحافة 41 سنة على الحافة يعني عندك العذر الشرعي شلون شون يعني العذر الشرعي ينزل طبيعي منتظم العذر الشرعي طبيعي طبيعي بإذن الله شكرا لأتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أراك أراك حسمت وحزمت قولك وحددت اليوم السابع يا دكتور من شهر رمضان المبارك وأخبرت كما سابق إخباراتك عن عاصفة مزلزلة في العراق ماذا تحمل هذه العاصفة وما هو الذي أردت أن تخبره للعراق هذه عقوبات على أهل الدين وأهل الطين اللي هادنوا الأمريكان والفاسدين العراق الآن بأجمعه يهادن الفاسدين والسارقين والقاتلين والأيام القادمات نبشركم نبشركم إذ لم تكن هناك زلزال عظيم بهزة لننتظر ربما الله يوم حما يشاء ويثبت ما يشاء أنا ما عارف أكذب ولا خاف من حدا أنا في لبنان من قلت لهم راح تبيتون بالشارع والهزة من الأرض وتجي سبعة وستة جون الناس غلطة وسبة وهذا هي شي وهذا مزعج بالأخير انطروا أن يعتذرون وانطروا أن يعرفون أني صادق وهذا الكلام ما أجيبه من جيبي الأيام القادمات إن لم نصلح حالنا فوالله الذي سيحدث لا يستطيع أحدا أن يصلح نعم لا ننسى حين جئت مسرعا ووقفتها هنا يا دكتور ووجهت رسالة عظيمة وزففت البشرى للسيد القائد الخامنئي والسيد نصر الله حفظه الله أن أمريكا قد أفلت وهذا منذ أكثر من عامين وكانت لا زالت السطوة الأمريكية مهيمنة على العالم وتحدثت أن أمريكا هذه لن يقدر عليها إلا الإمام وها نحن اليوم نشهد عواصف تضربها من كل حدب وصوب لم تعهدها منذ نشأتها حرائق وفيضانات وأعاصير وليس آخرها انهيار الدولار وتحول النظام العالمي من أحادي الجانب إلى متعدد الأقطاب وبلا شك القيامة التي تحدثت عنها يا دكتور هذا أسألك ماذا تخبئ في جعبتك إلى العالم وإلى أين المصير انظر ماذا يقول الرئيس الإسرائيلي أبو علش قال وأتمنى الأخ أبو مصطفي طلح في يوم جديد يعني يقول الرئيس الإسرائيلي إذا بقى النتنياهو النتنياهو سيمحق دولة إسرائيل ستكون إسرائيل قد أفلت هذا الرئيس الإسرائيلي مرئيس الإسرائيلي مرئيس الوزراء النتنياهو أنا ما أقول شيء إلا على بينة من أمري لم يمقى أمامكم الآن إلا موت العجوز وموت الملك بعدها سينقل بالشرق العوسط ويصبح برميل النفط بخمسمائة دولار وسيزد سيسد مضيق هرمز وباب المندب بموت الملك وموت العجوز ستعرفون كم من يسرق نفط العراق مثل القيمة التي يصدرها العراق ستلطمون على وجوهكم نحن نموت من الجوع وأمريكا تنعم وشعبها بنفطنا ستكون هناك فضيحة مدمرة سكت عليها رجال الطين والسياسة نعم دكتور اسمح لي أخذ اتصال ألو السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا ألو السلام عليكم تفضلوا ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أبو علي أبي حالة والدي هو رجال شليح بس صال لسبوع هو 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 رجال تاسبيه صال لسبوع بس يمشي ويح وعادي ما صح يعقد صال لسبوع تقريبا فات انتكار طلع عده شي دماغة مثل ورمى وبرأة تفعبان دي من معاتق السليف مادري وفوق الغد الخبارية عدنا خليطي طيبة من الزماخ يجد يشتغل ستنا طيبة علي طيبة إذا ناخلي أنا اللي عدي طيبة يعني هو المشاكل عندي طيبة والشركة تاخذ المشاكل نخلط له الدواء خلط يقينا بإذن الله يطيب هاي المشاكل جايتنا ألف مرة مو بس هذا أنا خادم لكم شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال قالوا السلام عليكم ضروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا بس عندي مشكلة يعني بالقالون مالتي يعني فالي هاي أعاني من العجل ما يعدنا خليط بعد ما يخليش تعانين من هاي المشكلة على الأطلاق بإذن الله أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك إذن دكتور العالم متجه نحو عتم دامس خلاص نحن في العقد الأخير معقد السنين عقدة السبحة الأخيرة حقرزة الأخيرة لننتظر ماذا سيحدث وستعرفون إن ما قلته أنا على بينتنا من أمري ليس تنجيما أو قارئة فنجان أو لعبة ورق حاشا لله ما قلته إلا على بينة من معلمي وأنا سعر الأيام القادمات ستشيرون إلي وتعتذرون مني عن كل خطأ أخطأتمه بحقي رغم أن أسأل الله أن يغفر لكل من سباني اعتدى علي معتدى معتدى علي على ضربني لا إن شاء الله اللي مديد أقطحها إلى بإذن الله السبني الشتم أهلي قبول شتم أنا أبو علي اللي مديد علي أقطحها مثل ما قطعت الإيد اللي سلمتني إلى أمريكا وداعش أنا أسأل الله أن يغفر لكل من اعتدى علي وعلى كرامتي باللفظ أو غير اللفظ بهذا الشهر العظيم وهبته من نفسي لعل الله يغفر لي ذنوبي وهذا من طيب أخلاقكم دكتور معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله خادم إلك خادم الجنابك الكريم أمرني يعني ما أقول لك شي أقول لك بإذن الله مئة في المئة مئة في المئة مئة في المئة طيب وبعد ما ترجع لك مو طيب بس ما بترجع لك وعنا خادم شكرا لأتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة لمن لا ورعا له مقرونة هي الصلاة بالزكاة إذن ما الرابط بينهما هما هما أخذوا الحاديث كلها من الإمام الصادق شكرا ما أخذوا هذا الحاديث لماذا أضلوا عن هذا الحاديث ما تصرف لهم بنتي ما بتصرف لهم عشرين بالمئة هذا اثنين ونصب بالمئة بس تدرين لو واحد ذكي وورع يقول إذا حتمت الزكاة فرفتها على الناس تعادل كل خمس العالم إذا مجتمع يعني الزكاة كل فرد لازم يدفعها هما فكروا بالتفكير السريع يعني يعرفون يخافون من الإمام يظهر وهم موجودين يقول لك هلنا أشتغل وفق ما أريد كارثة كارثة قلت شاهد هذا الحاديث يقولوا من الإمام الصادق هاي الإمام الصادق يقول من لا يزكي لا صلاة له هاي الناس ما يسؤوليات من ها خش طلع الإمام أو أنت طلعت وما أجاك الياه وكتلك وكتل هذا اللي أنت ماشي وراء أو داعتك تقضي صلاتك كلها تقضيها كلها لأنك تشلبت وأنت أعمى نعم شكرا لك دكتور معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله دكتورنا العزيز شونك شون تحتك خادم الجنابكم الكريم أنا خادمك دكتورنا الله يطول بعمرك إن شاء الله أنا خادم جورج لك أمرني خادم الزهراء وخادم إمام الحسين الله يطول بعمرك شيح نبو علي أمرني ما يأمر عليك ظالب أنا من أهل الزبير جمعة شيئان والله كان لي صديق بيشتورنا العزيزة بالزبير اسمه شيخ علي ما عروف شيء معروف بيشتورنا أنا أنا أسمى المزارع أنا خادم إلك أمرني خادم الإمام الحسين بيشتورنا العزيزة أنا من طال ما عندي أنا وخوي أشقد النسبة عدك أنا ما عد نسبة وخوي نسبة ثمانية إن شاء الله اثنينكم يصير عدكم أولاد واحتقد أكو مرة خابرتني 16 سنة معدهم فروا العالم كله إحنا نقول صدق نقول صدق بإذن الله وعدنا الخليط اللي طيبكم بإذن الله أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور أيضا عن الإبام الصادق عليه السلام إنه قال لما نزلت آيات الزكاة أدخذ من أموالهم في شهر رمضان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة إذن هو أمر إلهي وليس استحباب كما جعلت صلاة الليل استحباب وهي اسمها شرف المؤمن كل شبي أن ينقض العبد من غضب الله حط وعليه شنو فيتو أهل الطين لأن ما يناسبهم واجتهدوا بالنص القرآني والنص القرآن لا يجوز الاجتهاد به أخوش إذا أكو حديث ينافي النص القرآني أمشي للحديث لو النص القرآني نص القرآني شا شبيكم أنتم تبشون للحديث أحيانا اللي أصلا مو حديث لعبة به دولة بني أمية ودولة بني العباس ولكن مصلحتكم فوق الله نعم دكتور بختم هالحلقة شو بتحب توصل مشاهدين قرب الزلزال العظيم في العالم العظيم والإمام ما زال يدعوكم أهل من مصل يراني وأراه أهل من مجيب لدعوة المساكين أراه فيراني أهل من عامل بالمعروف والناهي عن المنكر أأتي إليه يسامرني وأسامره أهل من منكم من يضع صدقة ليس فيها منه تنقذ أخيه من الفقر والجوع والعوز أراه فيراني أهل من منكم من يزور الحسين محتسبا وصابرا يريد وجه الله فأراه ويراني أهل من طائعة تطيع زوجها وتعزف عن الحرام حتى ترى الإمام ويراها أهل من زوجة صبرت على جوع زوجها وما فيه من العلم والمرض حتى ترى الإمام ويراها كل هذا يحدث إن تعلمتم منا شيئا فنحن نقول لكم إن لم ترى إمامك وسيدك فما عساك أن تفعل بحياتك وما بقي منها إنها حياة شؤمن ترقب يوم يأتي ربك بالدخان العظيم نانسو